سنتحدث ليس عن المحرمات وإنما عن جانب مهم جداً في المحرمات هذه الحرمات ينبغي أن نعظمها كيف نعظمها؟ نعظم أن الله جل جلاله حرمها علينا لا نتهاوم فيها لا نتهاوم لماذا؟ لأن التعظيم هو لمن؟ لله عز وجل المحرم سمعنا لأنه هو الذي حرمه فابتعادنا واجتنابنا وتركنا لهذه المحرمات هو تعظيم لله عز وجل ومنزل التعظيم من الله عز وجل من أعظم المنازل التي ينبغي أن يعيش الإنسان المؤمن بها في حياته أنه يعظم الله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل بعد كل البعد عن أبواب التي توصلك إلى المحرمات لما نأتي إلى قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه شوف الآية تأملها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كيف عظم حرمات الله عز وجل إذا جينا الجانب المحرم زين وتركنا وابتعدنا عن هذه المحرمات زين وابتعادنا نريد ما عند الله عز وجل وإن كانت بعض هذه المحرمات هي من لذائد الدنيا شو هوات يستلذى الإنسان لكن تركها الإنسان قربة لله عز وجل ابتعد عنها كل البعد لأجل أن لا تقترب منها ولا تتساهل بخطوة يسيرة يتساهل فيها الإنسان الشيطان له خطوات والوصول للمعاصي بخطوات ويبدأ الإنسان بخطوة وخطوة حتى يصل إلى ما هو أعظم من ذلك ويتدرج فيها الإنسان حتى يقع في ما هو أعظم ولا ربما يصل väldigt بالله إلى الشرك بالله عز وجل أعمل بالله من تعظيم الحرمات تعظيم شعائر الله عز وجل الله عز وجل قال وذلك هو من يعظم شعائر الله أنه من تقوى القنوب شعائر الله عز وجل كثير وتعظيم هذه الشعائر في القلوب هو باب من أعظم الأبواب الموصلة إلى تقوى الله عز وجل فإذا عظم الإنسان الله عز وجل وعظم شعائره وجد الخير الذي قاله الله عز وجل فهو خير له عند ربه كلمة خير مطلقة ليست نكرة جرم وعظم فهذا النكرة يتأملها الإنسان فهو خير له عند ربه خير له متى في الدنيا ولا في الآخرة كلها تمام اشتركوا في القناة